السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم محمد فرج ان شاء الله جايين نهاردة بدرسي جديد لبرنامج الفوتوشوب وهي اضافة مميزة جدا تقدر تعمل بها انيميشن على برنامج الفوتوشوب الناس المبتدئ اللي ما تعرفش ان برنامج الفوتوشوب في خاصية الانيميشن طبعا وتقدر تعمل فيه شغل كويس ومميز على حسب خبرتك والاحترافية بتاعتك في برنامج الفوتوشوب ودي مشكلة بتواجه بعض الناس ان هي بتيجي تعمل حاجات للسوشيال ميديا فهي عاودة تعمل صور متحركة لان صور متحركة في بعض الاحيان بتعبر او بتدي شكل او جمالية اكتر للتصميم وبتوضح معاني اكتر غير انها جزابة طبعا عن الصور السابتة فبالتالي بتقابل لها بعض المصابين بيقابلوا مشكلة ان المشكلة دي ان هو ما بعرفش يستخدم برامج الانيميشن زي مثلا الافتر ايفكت او برامج تانية فبالتالي ممكن ان هو يصرف نظر او الفكرة بتاعته يعني ان هو يبدأ يشتغل على الانيميشن ويستمر بالصور السابتة النهاردة ان شاء الله معانا اضافة جميلة جدا لبرنامج الفتوشوب تقدر من خلالها تشتغل انيميشن لكنك بتشتغل على الافتر ايفكت طبعا مش بامكانيات الافتر ايفكت بس يعني بتطلع الشغل زي اللي موجود قدامك ده بحركة سالسة وبسيطة اه طيب العداية طبعا او الاضافة هتكون موجودة اسفل الفيديو وهيكون اللينك او المسار اه اللي انت هتحط فيه الاداة موجود اه على الشاشة دلوقتي هيظهر بيتاخد الاداة وبتحطها في نفس المسار اللي موجود بتفتحه طبعا من اله عندك من السي وبتمشي مع المسار لحد ما تحطه الاداة وبعد كده بتفتح برنامج الفتوشوب وبتيجي على اه قيمة اه الويندوز وتشوف هنا الاكستنشن بتاعك او الاضافات اللي موجودة عندك وتبدأ تختار الاداة الاداة طبعا هتكون تسعة انا حطيت لك اخر اصدارة تسعة طبعا في اصدارتين قبل كده بس ده تسعة شاملة كل حاجة طيب احنا زي دلوقتي نقدر نعمل حاجة زي اللي موجودة قدامنا دي بطريقة كويسة وبعد كده نقدر نسيفها بالشكل اللي احنا عاوزينه اول حاجة حاجة بالشغل بتاعي نبدأ من الاول بشروع من الاول الجديد عندي زي ما انت شايف ده كل محتويات التصميم بتاعي اللي م صور كل حاجة او كل صورة انا حركها محطوطة قدامي زي ما انت شايف. طيب نركز مع بعض كويس جدا جدا. عشان نشتغل والناس اللي هي مش لها اي خلفية في برامج او في الانيميشن لو ركزت معي هتشتغل لطريقة جميلة وسهلة ومش محتاجة يعني اي صعوبة. انا عندي العناصر اللي موجودة عندي في التصميم قدامي كلها ليرات. كل عنصر انا هحرقوا الواحدة واحطوا في لير. ودي طبعا حاجة سهلة. ما فياش اي مشكلة. طيب. انا حول العناصر لسمارت اوبجيكت. هل واحدة هيقول لي لازم نحولها لسمارت اوبجيكت مش يقدر عاملها كده? لا يفضل انك هتحولها لسمارت اوبجيكت انت تقدر تشتغل عليها من غير آآ ما تكون بس يفضل ان اخليها سمارت اوبجيكت. طيب بعد كده نعمل ايه? بعد كده نيجي للخطوة المهمة جدا. كل العناصر اللي موجودة هنا لو انا شغلت عندي الاداة طبعا هجيبها من اختار انا طبعا ضيفة هنا هي موجودة هي. اول ما تفتح الاداة بتلا الاداة ودامك فيها شاشات مصغرة عن كل الحركات اللي موجودة. طبعا من الحركة من الناهية كانت او اوت يعني في دخول الانيميشن او دخول العنصر بيكون شكله لما بيرجع بيكون شكل ده آآ بعض الحركات. عندك طبعا هو مقسمها لو انت عاوز تعمل 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 حركات زي ان هي فيها معقدة شوية فيها معقدة شوية بتعمل آآ مثلا زي نظام مسلا اه دخول الخط اللي هي اللي هي دخول الخط او خروج الخط برضو حاجات بتختار يعني او بتختار وبيعرضك كل حاجة موجودة قدامك الحالات اللي مكتوب عليها دي اللي موجودة في الاصدار الجديد اللي هو فرجن تسعة. طيب انا بعمل ليه دلوقتي عندي هنا بعمل تايم لاين طيب انا لو ما دغطش على تايم لاين اللي موجودة تحت بجيبها منين من قيمة ويندوز طبعا واقول له انا عاوز اعمل هنا اا تايم لاين هنا بضغط عليه بيزهر لهنا الطايم لاين اهو حططها لك طبعا عشان انت هتشتغل على الطايم لاين فهو قال لك عايز تعمل كريد طايم لاين ما فيش مشكلة انا بعمل له كريد طايم لاين اول ما بينزل الطايم لاين زي ما انت شايف بينزل جوا كل العناصر اللي انت حططها في قائمة يعني كل العناصر اللي موجودة في قائمة هي موجودة عندك في الطايم لاين لحد دلوقتي كويس طيب انا هشغل الحركات دي زي على التصميم خلاص نصور مع بعض شوية وحنشوف كل حاجة طيب دلوقتي انا اخفي كل العناصر اللي موجودة قدامي واسيب العنصر اللي انا حبدأ اشتغل عليه ولازم نركز قوي بالحاجة اللي زي كده طيب اه انا عندي اللي هي الخلفية اللي هي الصفرة دي طبعا انا هشغل الاحمر الخلفية الصفرة دي دي خلفية سبتة هتكون معي على مدار التصميم يعني بتنرى الحركة دي خلفية سبتة فنمشي حركها فخلاص هي هتكون ظهرة عندي تحت اهي وموجودة طيب انا عاوز الحركة هتكون على الدايرة اللي هي الحمرة ديت انا اظهرها دلوقتي طيب دلوقتي الحاجة المهمة جدا 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 ولازم تعملها لازم اخد من ده ده حتى تلاحظ هنا هو من دي قايمة ايه دبليكيت لازم اخد دبليكيت ليه تاخد دبليكيت ليه يعني ما اشتغلش على عنصر مرة واحدة اول حاجة لو انت اشتغلت على عنصر مرة واحدة فالحركة اللي موجودة حركة وصيارة. يعني حركة مدتها قليلة. طيب انا لو عاوز اعمل اوت وعاوز اعمل ان. يعني عاوز ادخل الشكل او العنصر اللي موجود قدامي ده. بعد كده يرجع تاني اخفي. مش عاوزه مستمر معي لاخر الفيديو. طيب لازم اعمل اوت. طيب لما انا اجي اعمل اوت ما انا مش لاقي العنصر لازم لان لازم اكرر حركة الاوت على نفس العنصر. فلازم اخذ دي لازم تبقى لحالة المعلومة ديت يعني اه واضحة قوي. طيب انا هاخد دوبلكيت. يبقى انا عندي السورس الاساسي او الشكل الاساسي اللي موجود عندي اللي هو ده. انا هاخد منه دوبلكيت. طبعا ممكن تاخد دوبلكيت من موجودة من اللي موجودة هنا او انت بتشتغل عادي على البرنامج الفوتوشيب. انا هاخد دوبلكيت كده. وقول له دوبلكيت. وبقى اقول له اوكي. طيب خلاص انا دلوقتي اخفي اللير الاساسي. مش محتاجه. انا هشتغل على اللير اللي اخدت منه كوبي. طيب حفري معي الاسم لأ هو خالد كوبي خلاص ما فيش مشكلة هو عندي اهو. طب حفري معي في الترتيب هنا طبعا انت كل عنصر بيكون اللي بيزهر فوق. يعني ده بيزهر ده مسلا تيكست حيزهر فوق السيركل او الدايرة الحمراء بعد كده هيزهر كزا. فانت اهم حاجة بترتب ممكن ترتب بعد كده او ممكن ترتب بعد كده جوه في بس خلية دلوقتي ان احنا اللي ظهر عندنا لانا مرتبهم طبعا انا ترتب الليارات موجودة هنا قدامي في الليار. انا دلوقتي عندي الدايرة الحمراء. حبدأ اعمل لها. انا ماشي. طيب انا عاوز ايه? انا عاوز اعمل لها موفينج. يعني اعاوز اخليها تدخل مسلا او تتحرك. فانا اتدور مسلا على حاجة. انا والله عاجبني مسلا الشكل ده. ان انا عمل لها موفينج. تيجي من برة وتخش الجوه. فانا عندي وعندي اوت. فانا دلوقتي انا عامل على الليار اللي انا هشتغل عليه هنا. هعمل سليكت. طبعا اوتوماتيك بتعمل سليكت هنا في الطايم لاين عليه اهو. وانا اجي على آآ البونس ده او الليفت بونس واقوله انا عاوز تعمل لي يعني انا عاوز الشكل ده يجي من الخارج للداخل. اقوله ماشي. فهيه اللي هيحصل? هتبصت لي مجموعة من الاكشن شغالة شغالة ويبدأ ينسخ في نفسه. المهم بعد كده بيديك الشكل النهائي اللي انت شايفه. طبعا العنصر اختفى اختفى ليه? لانه اصلا او هو دلوقتي برا. فانت المفروض لما بتحرك كده دخل دخل جوه. طبعا ده مساحة الحركة. بعد كده بتلاقيه اختفى تاني. ليه? لانه خلاص هي الحركة عملت لعدي كده. مش هيقدر يزود لك تاني. طب انت هتقول لي ما ينفعش انا عاوز العنصر ده يتعمل له الحركة ويفضل معايا لحد اخر التصميم. طيب ما فيش اي مشكلة خالص. انا عندي خلاص بدلا انا مش هعمل العنصر ده قوت يعني العنصر ده ثابت معايا انا عملت له حركة دخول. وهيفضل معايا ثابت لحد اخر التصميم. انا عندي السورس بتاعه اللي انا اخدت منه اشغله. وبعد كده. اجي طبعا اللي انا اقلمت عليه كده. عمل هنا تحديد اهو. اجيبه على اخر الحركة. شدت وشوف سحبته كده على اخر الحركة. ايه اللي هيحصل دلوقتي? اللي هيحصل دلوقتي لما ده دخل كده. وخلاص الحركة انتهت. هو هيكمل بقى على العنصر السابت. شايف? ده العنصر السابت. العنصر السابت اللي هو الدايرة الاساسية اللي هي مش واخده اصلا حركة. فبالتالي انا دلوقتي خلاص خليته يمدي معي. يبقى انا عملت الحركة. هو وقف. المفروض ان هو بعد كده مش لقي حاجة يكمل عليها. فانا قلت له لا اكمل على الاساس بتاعك. فهيفضل ظاهر معي على طول. يبقى انا دلوقتي عندي الحركة الدايرة ديت عندي حركتين. حركة اللي هي الدايرة اللي هي فيها حركة. بعد كده الدايرة اللي هي سابتة اصلا اللي انا خدت منها. طيب. هعمل التحديث فهم دلوقتي ما اجي اعمل في آآ انصر تاني. طيب دلوقتي هم الاتنين مع بعض. انا عاوز احددهم بعلم على الاتنين مع بعض. واكتب على دي مسلا اي حاجة كلمة رد. يبقى دلوقتي انا عندي موجود الجروب ده اللي هو الدايرة. شايف? تمام? تمام. طيب انا خلاص دلوقتي ده انا رجعت على اول الطايم لاين وبعد كده اشتغلت. خلاص اداني الحركة. الحركة دايما معي. ما فيش اي مشكلة. فانا اول ما اولى الدايرة دي تدخل كده. وتعمل الاهتزاز بتاعها. انا عاوز ان اول ما تدخل كده انا عاوز التكست بتاعي يظهر. طيب التكست اللي هو ايه? اللي هو فري شيبنج. اللي هو ده. طيب انا دلوقتي اعمل ايه? دوبليكيت. منساش. اعمل دوبليكيت لاني طبعا هستخدمه تاني في حالة ان انا كنت عاوز اطول الحركة. اطول النص يكون ظاهر معاه للاخر. او ان انا عاوز اعمله اوت. فده لازم اعمل دوبليكيت. اعمل دوبليكيت لليير بتاعي. اجي على اللير بتاعي. اعمل دوبليكيت. اقول له اوكي. وبعد كده اخفي اللير الاساسي عشان ايه? ما اطلق بطش. وبعد دلوقتي عندي اللير اللي هو شغال قدامي. طب انا عاوز اعمله حركة. فاحنا ممكن نشوف اي حركة من الحركات اللي موجودة دي عندنا مسلا. يعني شوف احنا ممكن نشوف اي حركة كده يعني تكون جزابة. انا شايف ممكن الحركة دي لها دي ممكن نستخدمها. نقول له ان. يبقى انا عمل سلكت عليه هنا اتأكد. هو طبعا معمول عليه سلكت هنا. واقول له اعمل لي ان. يعني تعالى من جوه. ونشوف الحركة هتكون عاملة سهل. محركش الموسعة. استنى لما يخلص بتاعه. وبعد كده يجب لي يجمع لي دي كله. خلاص. هو قال لي ان انا هعمل لك اول ما بتخش. شفت اللي حصل. طيب انا عاوز اول ما تدخل الدايرة ما تظهرش الكلمة. يبقى اشدها شوية كده. يبقى انا دلوقتي اول ما تخش الدايرة كده. هيظهر عندي التكست. فالتيكست هيطلع طبعا هو طلع فوق. نزلت تحت اهو. شوف. عمل ارتداد. وقف. طبع. كده خلص. اللي ارتدت خلص. مش لها حاجة. يبقى اعمل نفس الفكرة. ااجي على اخر ظهور التكست بالنسبة لي. واجي على فري شمينجي لانا خفيتها واقول له هيكمل معي. اروح معلم عليه صحفة ظهرت. وابدأ اسحبها لاخر اللير التاني. عشان تكمل بعد كده تفضل سابتة. يبقى لما اشوف الحركة تاني اللي هيحصل. واشغل بلاي. يبقى انا ظهرت عندي الدايرة. بعد كده في وضلة مستمرة. التكست عمل الحركة بتاعه. وهو الحركة الخاصة به وهو مستمر. خلاص كده تمام? ما فيش اي مشكلة. يبقى انا دلوقتي ااجي على العنصر اللي بعد كده واللي هو البورجر نفسه. طبعا ده البورجر انا محتاج البورجر يظهر بحركة. فانا حظر البورجر وبعد كده اعمل من البورجر. واقول له اوكي واخفي العنصر الاساسي عشان ممكن احتاجه. طيب البورجر بالنسبة لي يعني لو عملت عليه سليكت واعمل سليكت هنا عليها اهو. انا عاوز اعاوز اقول حاجة ممكن انت تظهر الاشكال بتاعت العناصر من هنا تشوفها يعني تكبر انا مصغر بس لانك ممكن تيجي هنا من القائمة الجانبية ديت وتقول له انا عاوز اختار الشكل. ممكن تكبر شايف? يعني انه اللي عملت ده اوكيه. شفت الاشكال بتظهر هنا. بس انا مصغرها عشان يعني ايه. انا كده كده شايفه في اللير اللي جنبي يعني انت برحتك ممكن تشوف تختار اي شكل زي ما انت محتاج. اه طيب انا دلوقتي اه عاوز اعمل حركة للبورجر. اجي على اللير اللي انا خدته كوبي واشوف. انا طبعا عاوز اعمل للبورجر يعني عاوز البورجر يكون من برة ويخش. فانا شايف ان ممكن نعمله حركة حلوة اوية. تختار طبعا تجرب الحركات اللي على مزاجك. انا بشتغل بنانا على الحاجة اللي انا محتاجها. فانا ممكن اقول له مسلا اه انا عاوز اه تعمل لي يعني يخشي لي من تحت الفوق. بس مش عاوز له جنبي يعني انا عاوزه مسلا يعمل له زي نظام فيد من تحت الفوق. اي 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 عاوز مسلا حاجة زي كده. اي وزي كده ان. فانا عاوز مسلا اعمل له حاجة ان هو يطلع من تحت الفوق. فانا اقول له ماشي اوكي. ان يعني ادخل في التصميم. تمام خلاص كده انا شفت اللي حصل بتطلع بعد كده التصميم قدامي بس انا عاوز الوقتي حاجة اول حاجة انا محتاج اول ما الكلام لا يظهر كده بيشد البرجر شوية كده عشان اول ما يظهر بيجي يظهر لي بالطريقة دي محتاج كمان اول ما يظهر الكلام يرجع تاني الكلام يعني يكون كده اول ما يطلع فوق الكلام يكون البرجر هو كمان بيطلع حسب ما انت شايف الحركة بتاعتك مناسبة لأي حاجة اي بالطريقة دي طيب الوقتي انا خلاص الحركة اشتغلت طلع البرجر اختفى البرجر اختفى البرجر لان انا طبعا الحركة خلصت ومش لاقي حاجة يكمل عليها لان انا خاف الليارات اللي موجودة هنا اي يعني اللير انا ما بشوفش لير تاني فانا دلوقتي عاود زي اعمل نفس الحركة اجيب البرجر الاساسي اللي هو مش عليه حركة اصلا اعلم عليه كده وبالتالي اقول له تعالى اول ما تخلص الحركة عن البرجر اللي انا عملت عليه حركة كمل انت عادي تظهر صورة عادية ما فيش اي مشكلة شايف او خلاص اعمل الحركة ظهرت صورة عادية ما فيش اي مشكلة طيب في اللحظة اللي بيزبت فيها التيكست اللي هي مسلا ماشي اهود بالطايم عين وسبت التيكست هنا بيزهر تحته اللي هو التيكست اللي انت عارس تكتيبه مسلا اي حاجة زي الحاجات اللي دي خلاص نفس نظام باخد دوبليكيت طاحت ويقول لي طب انا ممكن اعمل انا حاوز اعمل دي بس يعني وتظهر وخلاص تختفي مش عندي مشكلة انا بقول لك عالطريقة الصح انت برحت بقى تشتغل بالطريقة اللي تريحك المهم انا اقول عالطريقة الصح وانت اه حسب ما انت شايف انا بعمل دوبليكيت لير نفس اللير وباخفي اللير ده عشان بص لان خلي بالك لما تيجي تعمل الانيميشن لاي لير وطلعت الانيميشن مش عاجبك مشين فهتعمل كنترول زد لان هو عمل فوق العشرين اكشن فانت كل ما تعمل كنترول زد مش هتقدر توصل للسورس الاساسي اللي هو ما تعملش علي حاجة عشان تبقى انتو اخد دلك بس طيب اه انا هقول له انا اه هقول له انا عاوز اعمل اه فيد الفيد ان انا حاجة تبقى من العدم تظهر من العدم زي كده يعني اه او اه ممكن حاجة تظهر من العدم اي زي كده ممكن تعمل حاجة زي كده او حاجة زي كده لا مش عايز اعمل حركات زي كده يعني بكل ما يكون الحركة ابسط خلينا نعمل حلقة او تخلينا نعمل حاجة زي كده انا هعمل حاجة زي كده وخلاص ان طيب انا قلت اول ما ينجي هنا تثبت بالطريقة ديت خلاص مش عادت تتحرك اقول له اظهر انت بالطريقة دي. فيه اللي يحصل? هو يظهر شايف? اظهر اهو. طب برضو اختفى. اختفى ليه لاني انا مش شايف هو لير بعد كده. خلاص بعد ما بيخلص الحركة خلاص بتطلع عنه مش لايه ما صار يمشي عليه. انا اظهر له نفس التكست تاني اللي موجود. واقول له تعالى اول ما تخلص الحركة. اكمل انت عادي. طيب اه اول حاجة بنجي نجمع بقى البورجر بتاعنا بنعمله بناخد مثلا اسم البورجر. بعد كده انا اجمع البورجر عشان بس نقليم التصميم بتاعنا ونقول له كنترول في. خلاص يبقى ده البورجر بتاعي. انا عندي ايه تاني اللي هم مع بعض عندي الفري شبينج. اه ممكن تعمله فولدر لو انت بس هو مش يعني الاتنين مش مع بعض. يعني بس احنا ممكن نيجي على اه الافري شبينج اصلا محتاج الاتنين مع بعض لانه في واحد اللي هو فيها حركة والواحد اللي هو بيكمله. فاحنا هنكمله مع بعض. اتنين مع بعض. ونقول له فري شبينج. تمام? كده خلاص ده الحرق التاع. بعد كده بنيجي نشوف الخط لتحت اللي هو ده. ونسميه اي اسم. على حسب ما تصميمك. ونعمل له برضو فولدر مع بعض وكده. وبعد كده نقول له كنترول في. يبقى دلوقتي انا جمع. طبعا في هنا علامة بتظهر يوتيوب. انا مش محتاجها. اصلا ممكن اعمل لها ديليت. انا اصلا مش محتاجها. لو انا مش محتاجها. عندي بقى الشيب اللي هو ده. ممكن اسيبه كامل مع التصميم. مش لازم اعمل له حركة يعني هنظهره. يكون دايم. عندي بقى الوردر اللي هو ده. طيب الوردر بعمل برضو دوبليكيت. اوكي. بعد كده ابدأ ان انا اعمله حركة طبعا باخفل الاساسي. وبعد كده طبعا اول ما حنعرف بعد كده يعني ممكن نجيبه بعد كده خلينا الاول نعمله حركة. خلينا مسلا نعمله حاجة زي كده. انا عاوز له حاجة مسلا زي نظام مسلا ايه? لا انا عاوز حاجة زي نظام ايه زي الاسكيل دي كده. هعمل له انه. تمام. ايه اللي بحصل دلوقتي? اللي بحصل دلوقتي ان انا هو تعمله بس انا طبعا مش محتاجة. انا عاوز اول ما يجي هنا كده اقول له تعالى ابدأ الحركة بتاعتك من هنا. طبعا لما يبدأ الحركة بتاعته من هنا شايف? بعد كده بتخلص فنعمل نفس الموضوع. نظهر الوردر اللي احنا خافيناه. نجي عليه كده نقول له اول ما الحركة تخطأ يعني تخلص. تنتهي من هنا من اخر له هنا. ابدأ انت الحركة بتاعتك سابتها. ما فيش اي مشكلة. طيب اه طبعا اه هو ليه? لان انا اصلا هو لما عمل الحركة بيرجع لوضعه الطبيعي. يعني هو لم المعاسي اللي انت واخده مسلا الصيز بتاع آآ او ده اصلا هو الصيز بتاعه سابت. فبيعمل الحركة بيعمل له زوم بيعمل له ورونتيت وبعد كده يرجع للوضع الطبيعي اللي انت اصلا او المعاسي الطبيعي اللي انت اصلا كنت او منه فبالتالي لما يوقف الحركة توقف فبيرجع على الوضع الطبيعي فانا بحط بقى صورة منه فبيكمل عليها فانت متحسش بالفرق تمام طيب آآ خلاص بيبدأ بعدك كده خلاص احنا مش محتاجين يعني مشان انا حوريك بقى تعمل ازاي تعمل قوت برضو عشان الناس اللي ايه حاوزة تعمل قوت طيب انا دلوقتي خلاص خلصت الشغل بتاعي انا بصغر الطايم بتاعي كده وبعد كده اقول والله انا الشكل بتاعي هيكون موجود بالطريقة دي وبعد كده ابدأ هيكون بالطريقة دي كده تمام خلاص بعمل له بلاي بيزهر قدامي بلاي بالطريقة دي كده وبعد كده بيعمل لوب تاني موجود انت بقى ممكن تعمل له اي حاجة فايل مسلا تعمل له مسلا وتختار مسلا هنا الشغل بتاعك يكون مسلا بتختار بقى على حسب الوضع بتاعك وتعمل مسلا يعني حتى ممكن انت تعمل بتشوف بقى انتك اختار مسلا اي حاجة من حاجات ديكت الجودة شوف انت محتاج ايه وابدأ انك اعملو طبعا السورة جيف بيكون ليها بالتات الوان زي ما انت شايف احنا بنختار اي العادي الشكل اللي اعتقد ده هو اللي كويس طيب كانسل ولو جيف ممكن يكون عشان ماس كبير انا عامله ماس اا الف الفين حاجة زي كده يعني انا شايف انه ده ممكن تعملو انت طبعا بلاي بتختار هنا مثلا انك تعملو بلاي ولازم تختار اا فور افر يعني يعني يفضل شغال مش مرة واحدة ويقف فبيبدأ بالطريقة ديكت يكون شغال بالطريقة ديكت شايف بيكون شغال بتزبط انت الالوان ممكن تطلعوا فيديو طبعا اا اا اعتقد الفيديو بيتطلعوا من هنا بتقولوا رندر فيديو وتختار بقى الفيديو اللي انت عاوز اا تشتغل عليه اا اعتقد اا اه بتختار انت بقى ايسا هنا اسم الفيديو طبعا هو طالع ام بي فور بتختار الفولدر اللي انت بيحتاج انك تسايف فيه اا الفورمات هنا ممكن منديك هو كويك طايم ده كويس كويس بتختار بتاعت الفيديو انت عاوز اطلعوا فين يوتيوب اندرويد شوف انت محتاج ايه الفريم برضو نفس النظام بتعمل رندر وبطلع فيديو بيشتغل معك كويس ما فيش اهم شي لا خلص يعني انا ممكن انا اجرب لك ولو احنا جيبت مسلا اذا تسكي توب بوك سيليكت اوكي رندر تمام تعال نشوف كده احطك شاف او ده او ده او شايف طلع معك فيديو كويس طيب خلينا في بقى الاوت الان والاوت طيب دلوقتي انا هاخفي كل حاجة كده سيب مسلا وحتى الرد انا عاوز الفري شيبينج اعمل لها ان واوت هاخفي ده برضو مش محتاج الهاجات دي كلها ده الفري شيبينج بص انا عاوز اعمل له ان واوت هو دلوقتي طبعا الفري شيبينج هنا زي ما انت شايف هطلحهم الاتنين برا الفولدر عشان تشوفهم انا دلوقتي اللي فري شيبينج هنا اخفي ده ايه اللي بيحصل دلوقتي لو انا رجعت وهاجيبهم على اول اللير عشان يبدأوا بسرعة يعني مش نجدينهم ماشيين بعد كده ايه ده عمل انه تمام طيب انا عاوز اعمل اوت فاجي اجع نفس اللير التاني اللي هو ده اخد منه برضو خلي الطريقة دي تتعود عليها عشان تكون كويسة واخفيه واقول انا عاوز ده اعمل له اوت طيب اوت بالنسبة لده بالنسبة لنفس الحركة ممكن اختار حركة تانية ممكن تختار حاجة تانية بس خلينا لو انا عاوز اعمل له اه احنا قلنا ايه قلنا نخلي ايه هنا قلنا خلينا ده اه جنب صح فهنا نعمل له مثلا اه نجد هنا جنب جنب مفروض بقى تبقى انت عارف او احنا هنعمل نعمل انه قاوت على طول بس يعني ما علينا انت ممكن تختار حتى مش لازم تختار نفس يعني ممكن نختار هنا الله مش عارف جنب براحت فين يا اه لا اله الا الله خلينا ندور في كله انا بس عايزة اوريك يعني بتكون الحركة في الاوت اه اعمل اوت تمام ما احدد على اللير اعمل اوت شوفت انت لما حصل المشكلة امسح ده بقى وابدأ اعمل ده تاني عشان كده بناخد وازهره وبعد كده اقول له تعالى كده واقول له اعمل اوت شايف احيان بتحصل مشكلة تيجي تضغط على ما يشتغلش فانت لازم تكون الدوبليكيت من فويد وحاجة زي كده تمام بعد كده اجيب في الاخر يعني مسلا هو خلاص هيعمل انه هو بعد كده يعمل اوت فانتعال شوف الحركة بقى كده نشوفها مع بعض هو عامل انه هو وبعد كده ايه عمل اوت تمام طيب حتقول لي ما خلاص ما هو عمل اعمل اوت انه مش محتاجه يظهر في التصميم بتاعي فمش هزود له مساحة بقى انه هو يكمل في واحد ممكن يقول لي حركات اه مش اقدر اتحكم في الحركات ان انا زود الوقت ده اسكريبتات جاهزة ما اعتقدش انا حاولت الصراحة ان انا زود الوقت بالنسبة لدخل الحركة والبطء بتاعها لقيت اصلا هي دي حركات بتتعمل اه يعني ايه سريعة لشد الانتباه ما اعتقدش ان هي لازم اه زي مش كل حاجة يعني طبعا في عاجات هنا اسمها اه بتختار هنا اللي هي اه هنا اه هنا بالتختار مسلا عندك نظام كده اه لو انت مسلا شغل على صفحة الاستجرام اه الف وتمانين في الف وتمانين بتنزلها يبدأ تشتغل عليها كتصميم اه برضو نفس النظام لو انت بتشتغل مع اسكازة الفيسبوك لو بتشتغل مع اسكازة طبعا وميديك حاجات زينا حاجات كده تقدر اه حتى لو انت بتشتغل نظام حاجة برضو متحركة فيديو على اه اللي هي الموجودة مسلا في اه ماسنجر او في الانستجرام وكده تقدر برضو بتشتغل عليها ما فيش اي مشكلة. اه طبعا تجرب بقى الحركات بمزاياك الاضافة سهلة جدا وبسيطة واعتقد ان هي مفيدة جدا 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 بالناس اللي هي ما عندهاش خبرة في الطايم لاين الطايم لاين ما فيش اسهل منه زي ما انت شايف. اه الحاجات اللي موجودة هنا هي الحاجات اللي موجودة هنا وكل اللي انت بتعمله انك بطبعا لو انت مرتب اللي يردت هنا خلاص اه بتكون مترتبة هنا ما فيش اي مشكلة خالص. طب لو انت مسلا عاوز تطلع حاجة فوق هنا وتنزلها تحت طلع حملية هي هتطلع من هنا عادي مش هتختلف كتير. يعني لو بدي اطلع مسلا الاتنين دولت فوق هنا هتطلع فوق هنا شفت طلعت عادي ما فيش اي مشكلة خالص وتبدأ تشتغل. اه اتمنى تكون الحلقة مفيدة لكم وان شاء الله اه نتقابل في اضافات جديدة او دروس جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.